اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتي ضمت عددا من المعارف والعلوم والتكنولوجيا الحديثة ليكونوا نواتا لقادة المستقبل في شتى التخصصات وتميزت نسخة هذا العام التي اختتمت مؤخرا بأنها أكبر نسخة لمدينة الشباب منذ إطلاقها على مدى 12 عاما حيث حملت نحو 130 برنامجا متنوعا ولبت اهتمامات ورغبات الشباب من كافة الفئات العمرية والتي وصلت لنحو 2600 مشاركا بفضل ما تحمله من برامج متنوعة تدريبية وترفيهية وتسير هذه المدينة النموذجية وفق خطة مرسومة للنجاح وذلك بفضل رعاية واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الحريص على تمكين الشباب البحريني وجعله متمكنا في جميع المواقع وكافة المجالات وتساهم هذه المدينة في كل عام في خلق وتهيئة جيل شبابي يملك كل المقومات والمؤهلات اللازمة للتنافسية نظرا لما توفره من بيئة مناسبة كونها تزودهم بالمهارات التي تفيدهم بحياتهم اليومية كما تسهل دخولهم إلى سوق العمل بكل ثقة وقوة واقتدار ترجمة نانسي قنقر